موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مسيرة المؤمن وأهلا كذلك بديو في برنامجنا الأخ داود والأخ يوسف موضوع اليوم سيدور على المؤمن وبعض الأعمال التي يخصوا يعلم أولاده يهربوا منها ويتجنبوها لكي يعيشوا كمسيحين وهذه الأعمال يسميها الإنجيل بأعمال جسد أخ داود والأخ يوسف مرحبا بكم شكرا الأخ يوسف شنية الأعمال التي تتمجد الله يعني بالنسبة لكل واحد خارج يعني ما قبلش الله فهو بالطبيعة كيعمل أعمال اللي ما كتمجدش الله لكن مني كانت تكلموا على أعمال ما كتمجدش الله بالنسبة لحياة المؤمن فكان رجعوا دائما الكتاب المقدس اللي فاش كيسميها أعمال الجسد في غلطية سمعيني نفتح هذه الآية في غلطية الفصل 5 والآيات من 19 كيوصف هاد أعمال الجسد وكيوصفها للمؤمنين باش كل المؤمن يفحص ذاته ويشوف واش هو عنده أعمال الجسد ولا أعمال الروح وهذا أعمال الجسد مخصرش تكون في المؤمن وكيقول أما أعمال الجسد فظاهرة وهي الزنا النجاسة الضعارة عبادة الأصنام السحر العداوة النزاع والغيرة والغضب والتحذب والانقسام والتعصب والحسد والسكر والعربدة وما يشبه هذه فهو حط هذا اللي استو وقال وما يشبه هذه ممكن دكن نشكون هو الرأسول بولوس الرأسول بولوس نعم الرأسول بولوس هو اللي قال هاد أعمال الجسد فاش كان كي تتكلم مع مؤمنين دي الغلطية لأنهم هم مؤمنين لكن هو جاته خبار بأنهم رغم الإيمان ديالهم باقين عايشين بحسب الجسد وكان فيهم أعمال اللي ما كتمجد خيبة خيبة فهو اكتب لهم رسالة وبيخية باش يوبخهم باش ينبهم أنهم يحيدوا هاد الأعمال منهم ويعيشوا بالروح يعيشوا بحسب الوصايا ديال الله أول حاجة أذكرها الأخ يوسف اللي اكتبها الرأسول بولوس في الرسالة دياله هي الزنا شنه الفهم دي الزنا وكل الناس تعرف بالذي الزنا هي علاقة بين رجل ومرأة ما مزوجين غير شرعي غير شرعي الزنا في حد ذاته هو خداعة العهد بين الزوجين وخيانة يعني يرتبط بعبادة الأصنام لأن الوحد كي يعمل حاجة وكي يظن أن لأن الكل كي يعملوها أو ما كي ينحكم عليها فهو يفلت منها لا هذا الشيء كي يتسجل في ضميره وغادي يتحاسب عليه وبالنسبة حتى المرة كذلك في الكتاب كي يقول بأن كين النساء اللي في هذه الحالة زانيات كتقوم بعملها كتوقف تمسح فمها وتقول ما دلتواله فخصنا نكون على بال لأن المسيح مثلا قال بأن حتى اللي ينظر اللي مرأة واشتهها باش يشتهيها راح ارتكب بالزنا بها في قلبه فالمسيح هنا وضع المقياس أعلى باش يبيل لنا اللي ما كين أي شخص على الأرض اللي ما ينويش أو ما فيش هد 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 العمل هد الميول لهذا لهذا الشيء فالمسيحي هو كي يسبح ضد الطيار فهو يعني كي يتعارك مع هد مع هد الطبيعة الخيبة الخبيثة لأن المسيح حررنا أعطنا الحرية فمخصناش نعمل بالحرية شي اللي نحب ونظن بأن الله راه رحيم غفور مليء بالنعمة غادي يغفرنا دنومنا لا حاشا الله أعطنا الحرية باش نعمل بهذا الحرية كل ما هو طاهر وحق باش ونعمل من الحرية فرصة نخدم أحدنا الآخر لأن كل شريعة الله كتن في هذا الوصية أحب أقريبك نفسك وشنا هو الفرق بنزينة والدعارة الدعارة هي بالفلوس الواحد يمشي يخلص ويخرج وفيها يعني دعارة الروح يعني كيفسد روحه كيفسد نفسه وفيها مارض يعني كيمارس في انتشار المارض في انتشار الفساد لما الواحد يفيق ويبدأ يفكر ويقارن نفسه مع المجتمع ويشوف نفسه أمام شريعة الله بل في شريعة الله إذا كان مخلص مع نفسه واش غد يقول يا وي لك نعيش في مجتمع نجس وأنا نجس وهنا الله رأي وضع لنا باب مفتوح قدامنا هو المسيح اللي به عندنا التوبة والغفران والخلاص بالنسبة النجاسة اللي الرسول البوليس هضر عليها أو كيف ما نحن نفهم أو كيف ما عندنا تفهم بأن النجاسة يمتعلقة بالجسد من يكون الجسم منضيش أو من تدقسك شي حويش الذي تنجسه أو ما هي النجاسة بالنسبة لنا كمسيحيين بالنسبة لنا كمسيحيين لما كربطوا النجاسة فقط بالإنسان كتبقى نجاسة يعني ضعيفة في المفهوم ديالها لأن نحن 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 على حسب هوانا و نحن 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 لكن لما نجي للنجاسة لكي نعرف النجاسة في حقيقتها لازم تأمل في قداسة الله لا يمكن نفهم النجاسة البشر بدون أن نرجع لقداسة الله قداسة الله هي بحال واحد صفحة بيضة مشعة اللي ما فيها ولا خدشة وحدة كحلة ف والله كان بغير يوصل هاد الصورة لشعب لأنه بغير الشعب يكون أنقي على ذاك شعر كان أعطى لهم مثال مثلا بالأكل طعام ينجس الإنسان أو مثلا بعض الأمرات ينجس الإنسان هو غير باش يوصل لهم الفكرة ديال أنه هو القدوس وأنه ما كيرفض النجاسة أما النجاسة الحقيقية هي نجاسة الروح نجاسة الروح بمعنى لما كنقبله نعمل أمور التي تغضب الله لما أرواحنا كتولي تعبد آلهة أخرى عوض أنها تعبد الله الذي خلقها لما الميول والمحبة كانت أعطيها الأمور ثانية ماشي لله فهذه كلها هي تعبير على النجاسة ومن أنت تكلم عن النجاسة كانت فهم أنه مطالب من المؤمن أنه يكون نقي يكون طاهر يكون صافي يكون مقدس وإحنا فعلا لما كنت أمل في حياتنا من الماضي كان لقوا بأنه فعلا الله صادق لما قال لا يوجد من يعمل صلاح ليس ولا واحد فجينا عند المسيح المسيح طهرنا والمسيح ليس غير طهرنا إنما حيّد النجاسة ديالنا وإعطانا القداسة دياله فهو قدسنا وإحنا مقدسين فيه فما يمكنش وما خصناش وما لازمش أننا نرجع نجسوا نفسنا من بعد منا خدينا قداسة من عند الله وعبادة الأصنام تظن الأخ داود في القرن نحن وصلنا لقرن 21 هالتكنولوجيا هالتطورة اللي وصل لها الإنسان أنه بقيت يعبد الأصنام وكان مفهوم للأصنام الأصنام تقدر تكون صورة لكن كما قلت التكنولوجيا وإلى آخره تقدر تكون في حداتها عبادة أصنام كل اللي ياخد المكان اللول في حياة الإنسان فيعتبر عبادة لذلك الشيء لم يكن أتشي حاجة نقية في الإنسان ولهذا الله رسل المسيح بشي يحررنا من كل عبودية ولاسيما من عبودية إبليس اللي كيغر الناس ويكذب عليهم بكل هاد الأمور اللي نشوف في العالم ويعطي لهم أفكار حتى بالنسبة لعلاقتهم بالعلي أنهم يظنوا أنهم على حق لكن الله عنده إرادة وحده وحده المسيح لما سألوه شيخ اليهود قالوا له أشنة هي إرادة الله أشعبهم إرادة الله هي أن تؤمنوا بالذي أرسله يسوع المسيح الطريق الحقيقي والحي اللي هو وحده حررنا من عبودية الخطية وسيطرة إبليس وهذا يعني أعظم شيء الإنسان يقدر يجبروا في هذه الحياة في هذه الدنيا المسيح حررنا باش نعبد الله بالحق وبالروح أما الإصنام في هذه الدنيا تقدر تكون يعني كل واحد يعرفها لو نسأل المستمع اللي كي يسمع وكي يشوف يعطينا أمثلة دون شيء قد يتكر من بين الإصنام الموجودة في العالم المال السيارة الغنى الثروة إلى آخره كل ما يعطيه الإنسان ما حبته وطاعته فهذا أصنام في حياته وكل اللي غلب الإنسان فهو مستعبد له وكين فرق الأخ يوسف بين عبادة الأصنام وعبادة الأوتان يعني 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 الفرق مشي فرق هو فرق شكلي يعني الوتان والوتان والأصنام الأصنام هي ذلك التمثيل دي الحجارة اللي كي يعملها الإنسان بحلبودة نعم وأشهر وحاجة كين نذهب فكان التعبير عليه أنه صنام أما الوتان فممكن يكون أي شيء اللي كيوضع الإنسان مشي بالضرورة أنه يكون حجر أو مصور حجر يقدر يكون أي شيء اللي كيعطيه الإنسان الولاء دياله والعبادة دياله على أساس أنه هو اللي كيشير لله في حين أن الله ممكنش وكيحذر في الوصية أو لا كيقولك لا تعملوا تمثالا ولا منحوتا ولا تسجد لهم ولا تعبدهم حتى ولو بعض الناس كيقولك لا هذا أنا كان حطو بشي شير لله أنا كان أعبد الله أو بشي يذكرني بالله فهذاك فقط تحايل على وصية الله وصية الله واضحة أنه ما توضعش أي تمثال ولا صورة ما تعبدها ولا تسجدها حتى ولو كانت كنت تمثلك الله الحقيقي والسحر السحر اللي احنا تنعرفه بأنه منتاشرة عندنا احنا بزاف وكل شيء شنو هذا السحر السحر التهوى عبادة يعني السحر باع روحه اللي عنده السلطة على السحر فهي خداعة فهو عمل روحية عمل من أعمال الأرواح النجيسة السحر هو أنك تملك أشياء من روح الآخر فأنك تستعمل وكان اللي يستعمل حتى اسم الله القدوس في السحر ديالهم أو يستعمل كلام من الأديان ديالهم للسحر الكتاب المقدس ما يسمح شذلك بل يفضح اللي يستعمل للسحر واللي يمشي للسحر واللي حتى لذلك عيط على الموت إلى آخره كل هذه ما بقى لها أي مكان في حياة المسيحي بل في حياة الإنسان لأن المسيح جاب شي حرارنا منها وهذا المسيح مجاش للمسيحيين فقط ما كونهم المسيحيين كنا من أهل الغضب وكنا في طريق الظلام الله نعم لنا جابنا للمسيح وهكذا الله ينادي الجميع للتوبة والغفران أنا عرفت شخص من تونس وقال لي لما اسمع الإنجيل كانوا عنده كتب ديال السحر عرف باللي هذه الكتب هي شيطانية وسؤلت أش عملت بها الجواب حرقتهم ونفس الشي نقرأها حتى في الكتاب المقدس لما المسيح يدخل للبيت هذا البيت إذا كان قبل المسيح كل ما فيه خاص يتغير أسمحوا أن أعزائنا المشاهدين مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر عزائنا المشاهدين نعود مرة أخرى مع برنامج مسيرة المؤمن ومع ديوفنا الكرام الأخ يوسف كيف ما تنعرفه في زماننا الحالي أو مشيغل دابا حتى زمان كان بزافتا عن نزاعات الخصام العداوة حتى المؤمنين للأسف فأش تقول كتاب المؤمن كتاب المقدس عليهم الكتاب المقدس واضح يعني كيقول المسيح نفسه كيقول طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون كيقول أحب أعداءكم فاركوا لعينيكم صلوا لأجل الذين يرسيئون إليكم فالمسيح كيدعو للسلام كيدعو أننا نحبوا بعضنا البعض يعني بالنسبة للمؤمنين المؤمن هو مطالب غير بالمحبة ما عندوش شي حاجة أخرى من غير المحبة يقدمها لأنه العالم فيه الكراهية فيه العدوة فيه كل شي والمؤمن هو نور خاصه يكون يرفض أعمال العالم يرفض هذا ما تخرش منه يقوي المحبة والمحبة منين غادي تجيه غادي تجيه من الله نفسه لأنه الله محبة فإذا خاص المؤمن يتقرب من الله يمتال بمحبة الله ويعيش هذه المحبة داخل جماعة المؤمنين اللي هي الكنيسة وأيضا فيه بالنسبة للعالم بصفة عامة لكل الناس اللي يحطوا به هو خاص يبيع المحبة ويظهر المحبة والمحبة غير مشروطة ماشي بمعنى أنا غادي نحب غير اللي كي يحبوني لأن الإنسان دائما هذه الطريقة السهلة المسيح قال أشمن فإذا عندكم إذا حبيتوا غير الناس اللي كي يحبوكم الخطات والعشرين كي دولوا نفس الشيء فالمؤمن لابد أنه يحب بدون ما يتصنى أنه يقابله بالمحبة وإذا تعرض للإساء يسامح ويغفر وخصوصا داخل الكنيسة يتكلم مع الأخ اللي سأله يوضح له لكن ما ياخدش في قلبه ما يربيش المرارة والبغض والكراهية ومشاعر اللي ماشي مزيانة لأنه في الأخير المتضرر منها ماشي الأخ اللي سأله هو نفسه كيتضرر في حياته الروحية كيتضرر في علاقته مع الله وكيبقى عايش ما مرتاحش يعني بحل هزز معاه واحد الهم وواحد التقل اللي المسيح بغاية بشي يتلقوا لكن هو مستمر كي هزز معاه فمن الأحسن أنه يغفر ويحب ويمتال بمحبة الله وبغفران الله الغضب والتعصب والسبحال هي لغة العصر اللي احنا فيه يغضب عليك يتعصب عليك وغير ذلك يعني فأش تقول كتب مقدس على هدى الغضب والتعصب إذا غضبتوا ما تخطعوش يعني ما تسب ما تضرب ما تلعن ما تعملوا ما تعملوا الذنب إن غضبتم لا تخطئوه وكيزيد يقول ما تخلوش الشمس تغرب وانتم على غضب يعني الله كي يبغينا نرجع نتصالح طوبة لي صانعي السلام السلام خصو يبدأ بنا احنا ما ننتظروش من الآخرين احنا نعمل الخطوة نمشي اما الغضب فهو منتشر ما خصوش يسيطر وغاديز ينتشر اكتر وما زال منتشر لأن الحالة الصعبة تفتحي الأخبار المتلفزة او الراديو تقرأي جرائد كل ما تسمعي بلاية وحروب والتهديد بالحرب بالحرب في الشرق في آسيا في الغرب في أي مكان يعني كنعيش بحال في واحد كوكوت مينوت هذا العالم دينا في واحد القدرة كوكوت مينوت كتغلي كتغلي واحد النهار هدي تفرقع فآش يعملون الناس ولا تفرقعت الملايين والملايين هدي يمشوا ضحايا بلا رجاء فآش خاص المؤمن متقي الله اللي يحب الله يخاف الله يحترم الله خاصه يبعد على هذا الغضب كيف مكان يعني ويحاول كل ما استطاع باش ما يسببش الغضب للآخرين كما يقول الكتاب يعني طالما يتوقف عليكم كونوا في سلام مع الجميع كونوا في سلام لأن بلا سلام ما غدست تكون عندنا حياة مرتاحة ولا سلام بيننا وبين الله فكناعيش في عالم الغضب الإنسان يخرج من داره مقلق غضبان لأن في بيته ما كين راحة ما كين هنا الشارع في الشارع هو غضبان في العمل غضبان يمشي غضبان يرجع غضبان أشخاص يحمل نحن هنا نبشر بالمسيح وكان نقول للمسيح كي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا الراحة لنفوسكم لأن النير هي وحملي خفيف هذا بالنسبة الغضب ولكن تعصب اللي عناها الرسول بولوس وش العصبية أو التعصب اللي تيكون في الإنسان تعصب يعني أن يكون متعصب الفكرة متعصب العقيدة متعصب أي شيء المبدأ أو شيء لدرجة أنني نبدأ ندبح أو نجرح أو نقتل أو نضرب هذا هو التعصب اللي كي يشير لها الرسول بولوس هو أن الإنسان يكون يعني منفاتح ما يكونش متزمت ما يكونش فقط أنا اللي عندي الحق الباقين كلهم على غلط لا يعني يبين إذا كان هو عنده الحق يحاول يبينه بطرق سلمية بطرق مزيانة بالمحبة بالطافة وإلى الآخرين مقتنعوش يعني هو مش يعليه أنه يفرض الرأي دياله يخليهم ويصلي يحتر رب هو يبيين لهم الصح فينا هو مش يجير يفرض الأمور بالقوة اللائحة طبعا هي طويلة بزاف وفيها الحسد والغيرة نحن نعرف بأن الغيرة موجودة بزاف الحسد موجود بزاف حتى نحن في المغرب تقول لك عندك يحسدك عندك تخرج بشي حاجة زوينة ليه يحسدوك الجارة تغير الغيرة ستكون بين الزوج والزوجة ستكون الغيرة بين جوج يعني حتى لو ما بينتهم فاحنا كمؤمنين أشخصنا نديرو باش نبعدوا منطرقنا الغيرة والحسد نبعدوا عليه يعني تشوفي الشر أشتعملي تشوفي خطر أشتعملي تشوفي حية قدامك حنش اللفعة عقرب اشتعملي مش تحط عليها جليك لا تبعدي على هاد شي كل هاد طباع الدنيا العالمية اللي كانت فينا وربما باقية آثارها فينا فخصنا نحاربها ونبعدها نخرجها من حياتنا ما تبانش ما خصنا نحسد غيرنا لكن نفرح معاه هذه الفرح هو من المحبة المحبة ما تحسد هذه الراح في كورينتوس اللولة الأصحاح 13 عن المحبة هذا أصحاح رائع شجع كل مؤمن كل مؤمن بالكل مستمع يبحث على الكتاب مقدس ويقرأ هذا النص في الكتاب مقدس عن المحبة المحبة أنا نقتنم الفرصة ونقرأ شوية منها يعني كورينتوس 13 عن المحبة عظيم هذا القول لو كنت أتكلم بلغات كثيرة والملائكة لغات الناس والملائكة وليس عندي محبة ما كنت شي حاجة ويزيد يقول بأن المحبة تصبر طويلا وهي الطفة المحبة لا تحسد نحن نتكلم عن الحسد المحبة لا تفتخر ولا تتكبر لا تتصرف بغير الياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة لا تستفز سريعا ولا تنس بالشر لأحد لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق إنها تستر كل شي وتصدق كل شي وتر كل شي وتتحمل كل شي يعني ما زال النص باقي فيه من أقوال رائعة إلهية فالحسد الغير ما خصهم شي يبقاو في المؤمن المسيحي والمسيحية وإلا إذا كان فيه هذا الشي ره بحل كي يعض بعضهم بعض وإذا بدوا كي يعضوا بعضهم بعض ره ما غض يبقوا أقوال فيهم السكر والعربدة شنهما يعني السكر هو إنسان يشرب ويفقد الوعي دياله العربدة هو النتيجة التي يؤدي لها السكر بأن الشخص لما يفقد الوعي دياله كي يبدأ إما يسبب إما يلعن إما يدير إما يهدف يعني كي يتصرف تصرف تصرفات اللي ما عند حتى شي معنا يعني ف ذلك شي كنقوله إحنا بالدريجة كنقوله يعربط واحد كي عربط لما كي بدأ يعني يخرج على الحياة اللياقة كي يخرج على الأدب كي يخرج اسميته كي بدأ يجعر ويغوت ويمكن يؤدي بها أنه يبدأ يضرب الناس ويسئليهم أو يؤديهم في الممتلكات ديالهم أو في أجسادهم شخصية فهذا هو الفرق إذا كان هناك فرق ما بين السكر والعربة رغم أن هم مرتبطين لأنه بجوجهم هو الشرب يعني الشرب إلى درجة لأن الواحد ممكن يشرب شوية وما يؤثر عليه لكن لا كامده يشرب ويشرب ويشرب كتوصل للمرحلة الإنسان يفقد تماما القدرة على السيطرة على حركاته على أفكاره على أقواله على كل شي على الجسد دياله يعني إحنا كمؤمن يخصنا نكون حكماء ما نسكروش باش ما نوصلوش يعني الدرجة اللي هي أكتر هي العربة يعني أنا في المسيح أعطانا حرية لأنه أعطانا روح الله اللي كيوجهنا ولي كيبيل لنا فين الصح وفين الغلط فالمؤمن هو كيعرف نفسه وكيعرف القدرات دياله وكيعرف اسمه ما كان شي حاجة ممنوعة لكن إذا كانت شي حاجة كتضرب الإنسان إذا كانت شي حاجة اللي الواحد ما متمكنش أو ما متحكمش فراسه أو ما عارش بأنه قادر يتحكم من الأحسن يتجنبها يتجنب هاد شي يعني مثلا مني كان الشخص اللي هو مدمن على على الشرب كاس قطرة صغيرة من الخامل كتشكل تجربة كبيرة فخصوه يبعد عليها فمن الأحسن أنه المؤمن يبعد على هاد الأمور وإذا كان شايف رأسه بينه قادر يتحكم فيشرب ولكن على قادر ما يسكش والمسيح كي شجعنا أو الكتاب مقدس كي شجعنا كي قلنا لا تسكروا بالخمر التي فيها الخلاعة ولكن يمتلئوا بالروح فالمؤمن خصوه يتجع أنه يمتلئ بروح الله ويتعمر بروح الله آخر سؤال وممكن تقول أنه هو التحذب والانقسام ولكن في مدة قصيرة لأنه والتحذب كي يجي كذلك من الانقسام كي يبغي واحد ما يوافقش الرأي الرئيسي التعليم الرئيسي كي يظن أنه هو على حق فيحب يخرج الآخرين كي يوضع التعليم لما يوافقش التعليم الكتابي فهذا كي يوضع التحذب كي يبعد على الجماعة جماعة الإخوة والأخوات فخصنا احتهدا ندبنا منه تنشكركم على هذه التوضيحات وتنقول لكم أعزائي المشاهدين إذا كان عندكم أي سؤال فما تنسوش بأنكم ممكن تصلوا بنا عبر السكايب عبر الفيسبوك وحتى عبر البالتوك فأنا تنسيناكم في الحلقة المقبلة احنا وديو في الكرام فإلى اللقاء اشتركوا في القناة موسيقى